سلم مدير مدرية حجر بمحافظة حضرموت عمر بادبيان بمعيتي ضابط مشاريع مؤسسة بناء للتنوية المهندس صفوان القدسي مواقع مشروعي توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية لمستشفى الفقيد الشاذلي بالجول بالإضافة إلى مشروع إعادة تاهي المشروع مياه جزول في مدرية حجر بمحافظة حضرموت إلى المقاولين للبدء بتنفيذ المشروعين تضمن المشروع توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية بقدرة 62 كيلو واط بالإضافة إلى أعمال صيانة الشبكة الداخلية للمستشفى بتكلفة تزيد عن 120 ألف دولار وسيستفيد من المشروع 48 ألفا من سكان المدرية بالإضافة للمشروع الذي يجري العمل فيه إعادة تأهيل مشروع مياه محمدة وإشمل محمدة وإشمل المشروع عادة تأهيل خزان حجري بالإضافة إلى مد مواسير إسالة من العيون ترجمة نانسي قنقر